بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المسالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبيبي الحلوين في جريد 1 زيكم عاملين إيه النهارة إن شاء الله إن شاء الله مع بعض يونت 16 والأخيرة في المنهج بتاعنا منهج connect 1 وإن شاء الله الفيديو اللي بعد كده هناخد فيه القصة انتظريونا في القصة عشان إن شاء الله نشرحها ونحكيها مع بعض بأسلوب شايق وجميل جدا معكم بسمها القانسة وإنجلش يلا بينا عندي يونت 16 بعنوان It's 10 o'clock It's 10 o'clock يعني إيه يعني إنها العشرة تماما تمام الساعة العشرة يعني الساعة عشرة إيه بالظبط It's 10 o'clock O'clock معناها تماما بالظبط تماما أو بالظبط يبقى لو عايز أقول على الوقت مثلا أو أحكي أو أتكلم على الوقت لو عايز أقول الساعة عشرة بالظبط أقول It's 10 o'clock الساعة 3 بالظبط بقول It's 3 o'clock الساعة 4 بالظبط بقول It's 4 o'clock طيب شايفين الصور اللي قدامنا دي في البيجي دي شايفين الصور دي الصور دي معناها أي أو فهمتبو إنها إيه كده إن إحنا موجودين فيين ها الصور دي عرفنا منها كده إن إحنا مثلا كده مثلا موجودين فيه في مدينة الأسكندرية طيب ليش معنا إسكندرية؟ علشان الصور دي فيها فش 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 يعني بح فيها كمان بيج 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 يعني شاطر فيها قايد باي فورد قايد باي فورد وعندي كمان سمك الشاطر chuaid bae يعني مكتبة الاسكندرية طيب تيجو نقرأ مع بعض كده الconversation المحاسة اللي عندي هنا في البيت جي دي نشوف كده عندي ايه شايفين ايه في الصورة شايفين هنا مثلا dead الاب وي معاهمين الاطفال بتوعو قاعدين فين هنا ها ده ايه ده boat يعني مركب فين في ال sea في البحر طيب نقرأ مع بعض هنا صدقنا الطفل ده بيقول it's ten o'clock يعني انها تمام الساعة العشرة الساعة العشرة تماما انها الساعة عشرة ايه بالضبط o'clock معناها تماما او بالضبط o'clock let's visit the beach هيا نظور الشاطئ let's visit the beach بصوا عندي كلمة let's let's خود بركم من الابستروفية let's معناها هيا بنا او دعنا يلا بينا لما تكون بتقول اقتراح لحد بتقول فكرة لحد عايز تعملها معايا كده مع اصدقائك مع اسرتك بتقول let's وبعدين بيجي بعدها الفعل زي ما هو من غير اي اضافات اوكي بيجي بعدها الفعل زي ما هو من غير اي اضافات نقول مثلا لو عايز نقول هيا نأكل بنقول let's eat لو عايز نقول هيا نلعب بنقول let's play هيا نقرأ بنقول let's read اوكي انا بيقول صادقنا let's visit visit يعني يزور visit يزور let's visit the beach let's visit the beach يعني هيا نزور الشاطئ it's ten o'clock let's visit the beach نهاي الساعة العشرة بالضبط تماما let's visit the beach هيا نزور الشاطئ طيب هنا صادقنا بيقول له let's visit the Alexandria library at 12 o'clock يعني هيا نزور يلا بينا بيقترح عليهم نزور let's visit the Alexandria library مكتبة الاسكندرية at 12 o'clock at 12 o'clock يعني في تمام الساعة الثانية عشر ناخد بالنا ان الساعات بيجي قبلها حرف جر at 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 يعني في at يعني في بتيجي قبل الساعة at 12 o'clock let's visit the Alexandria library at 12 o'clock هنا بقى بابا هو اللي بيرد عليهم بيقول له let's visit Kite Bay Fort at 3 o'clock let's visit يعني هيا نزور يلا بينا نزور Kite Bay Fort قلعت Kite Bay at 3 o'clock في at في تمام الساعة السالسة ساعة ساعة ثلاثة بالضبط let's visit Kite Bay Fort at 3 o'clock طيب هنا بردو صدقنا بيقول let's eat at a restaurant at 6 o'clock let's eat هيا نأكل fish سمك at a restaurant في مطعم at 6 o'clock في تمام الساعة السادسة let's eat fish at a restaurant نخبرنا let's بردو جاي بعدها في فيرب اهو eat fat eat نأكل هيا نأكل fish سمك at في a restaurant في مطعم at 6 o'clock في تمام الساعة السادسة لما بتكلم عن الوقت لو عايز أقول الساعة كذا بالضبط بقول it's وبعدها بجيب رقم الساعة وبعدين بقول كلمة o'clock o'clock دي معناها بالضبط أو تماما فمثلا هنا نقول ايه it's to o'clock ناخد بالنا تعرفوا الساعة ازاي لما يكون العقرب الكبير اللي هو الطويل ده عند فوق عند 12 عند 12 بتبقى الساعة o'clock يعني بالضبط كاي ولما يكون العقرب الصغير ده الصغير قدام رقم بقول ايه بقرأ الساعة بالرقم ده يعني هنا مثلا العقرب الكبير عند 12 والعقرب الصغير عند 2 نقول it's two o'clock it's two o'clock it's two o'clock هنا العقرب الصغير عند 4 والكبير عند 12 فنقول ايه شطار excellent it's four o'clock it's four o'clock طيب it's four o'clock طيب هنا العقرب الصغير عند 8 والكبير عند 12 فنقول it's eight o'clock it's eight o'clock هنا العقرب الصغير عند 10 والكبير عند 12 فنقول it's 10 o'clock it's 10 o'clock it's 10 o'clock يعني انها الساعة العشرة ايه تماما وقلنا لما باقترح على حد لما بقول فكرة لحد ان احنا نعمل حاجة بنقول let's واجيب بعدها الفعل على طول من غير اضافات لو عايزين نقول يلا نلعب بنقول let's play يلا نأكل let's eat يلا نذاكر let's study طيب تعال نشوف ال-PGD هنتعلم فيها ايه هنا العنوان بيقول let's take care of Egypt let's يعني هيا هيا بنا take care ده معناه يعني نهتم او نعتني ب او نحافظ على Egypt 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 يعني مصر let's take care of Egypt يعني هيا نعتني ب Egypt بلدنا مصر طيب يبقى هنا let's جاي بعدها الفعل اه بدون اي اضافات نقرأ الكلمات هنا عندي كلمة lion 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 معناها صف او طبور stand يعني يقف shout يعني يصيح او يصرخ shout shout يصيح او يصرخ trash 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 يعني المهملات through 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 verb through يعني يلقي او يرمي trash can trash can trash can سلة المهملات librarian 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 يعني امين مكتبة المسل تبقى في المكتبة عندكم في المدرسة اسمها ايه librarian 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 تاني line stand shout trash throw trash can librarian طيب at the alexandria library يعني في مكتبة الاسكندرية اما تبقى في مكتبة الاسكندرية او في اي مكتب المفروض باقي السلوكيات اللي انت بتعملها نعمل ايه وما نعمل شي ايه هنا شايفين صدقنا ده عمالي بيصرخ وبيزعي زي بقول i don't shout انا لا اصيح انا لا اصيح اه المفروض في المكتبة ان احنا ايه don't shout ما بنصرخش ما بنرفعش صوتنا بس طبعا السلوك بتاعه ده ايه غلط لانه ايه بيصرخ i don't shout يعني انا لا اصيح طيب هنا بيقول ايه i always stand in a line i always stand in a line يعني انا دائما always معناها دائما stand يعني يقف او اقف in في a line طبور i always stand in a line انا دائما اقف في طبعا ده سلوك ايه true يعني صح اه صداقتنا الشطورة دي بتعمل ايه بتقول i threw trash in the trash can انا برمي او قلقي القمامة في ايه سلة المهملات سلة ايه القمامة i threw trash in the trash can طبعا سلوك ايه جيد جدا هنا بيقول i ask the librarian before i take anything انا بطلب او بسأل بمعنى اني بستأذن من امينة المكتبة قبل ما ااخد اي حاجة i ask i ask the librarian before i take anything i ask the librarian بسأل امينة المكتبة before يعني قبل before قبل i take anything قبل ما انا بياخد anything اي شي i ask the librarian بس بستأذن او بطلب من امينة المكتبة before i take anything قبل ما بياخد اي شي طيب هنا بيكلمني عن الوقت time يعني الوقت بيقول لو عايز اسأل عن الوقت بقول ايه السؤال اللي بسأله لما كون عايز اعرف الساعة كام بقول محفظوها قوي يعني ما الوقت الساعة كام عند الاخبار عن الوقت في الجواب بقى لما برد بنقول ونقول الرقم الساعة ونقول اوكلك دي معناها بالضبط نقول اوكلك 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 وهكذا طيب وعرفنا لما العقرب الصغير عندي بيكون ده عقرب الساعة والرقم اللي هو عنده ده بيبقى رقم الساعة والعقرب الكبير ده لما بيكون ده بتاعة الدقيق طبعا ولما يكون عند 12 عند 12 بتبقى الساعة بالضبط لما نقول هنا ما الوقت الساعة كام نقول ايه ها شو الطار اللي سأيلنا it's three o'clock what's the time it's twelve o'clock two zeros جنب بعض كده معناها ايه بالضبط o'clock طيب شوف كده البيجي دي عارفين الحروف دي طبعا عارفين ده حرف ال-m ده حرف ال-p وده حرف ال-n وده حرف ال-c سوا هنا عايز نعرف ال-sounds الأصوات بتاعتها حرف ال-m الصوت بتاعه الصوت بتاعه م 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 معناها رجل م م طبعا ده حرف ال-m ده صوت م وده حرف ال-p صوت ال-p صوت م م م م م م معناها خريطة م م معناها أهرامات م م م م م م يعني خريطة عندي كمان ده حرف ال-n صوت م م بن 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 معناها ألم حبر الألم الجاف بن ن ن ن ن ن ده رقم تسعة ن ن طيب عندي ده حرف السي دائما بنطقه ا ك ك ك بنطقه زي حرف الك كده بنطقه سي امتة بنطقه سي س امتة لو جه بعده بس ال-e او ال-i او ال-y يبقى السي ينطق سي لو جه بعدي ها ال-e او ال-i او ال-y ال-e او ال-y غير كده لما يجي بعدي أي حرف تاني بنطقه ك خلاص هنا نقول ايه كلوك ك ك ك ك ك نخب هنا السي ك ال-e ال-e وراء بعد نطقه ك خلاص ك ك ك طيب هنا هنعرف كده شوية اماكن جميلة جدا موجودة في بلدنا مصر الجميلة ها هنا عندي في الصورة دي ايه عندي في الصورة دي قايد باي فورد قايد باي فورد قايد باي فورد احفظوها قايد باي فورد يعني قلايد قايد باي عندي كمان the pyramids the pyramids the pyramids يعني الاهرامات لو حد فيكو رحلة في المدرسة كده للاهرامات يكتب لي في comments the pyramids the pyramids يعني الاهرامات the Egyptian museum the Egyptian يعني معناها مصري museum معناها مطحف المطحف the Egyptian museum يعني المتحف المصري the Egyptian museum the Egyptian museum the Cairo tower the Cairo tower يعني برج القاهرة the Cairo tower Cairo معناها القاهرة tower يعني برج the Cairo tower يعني برج القاهرة the coptic museum the coptic museum يعني المتحف القبطي coptic museum المتحف القبتي يعني مكتبة الأسكندرية يعني مكتبة الأسكندرية يبقى احنا تعرفنا في درس النهاردة على بعض الكلمات الجديدة كده زي مثلا كلمة بيتش يعني شاطر زي قاية باي فورت يعني قلعة قاية باي زي أليكزاندريا لايبراري زي مكتبة الأسكندرية The Cairo Tower برج القاهرة The Pyramids يعني الأهرامات The Egyptian Museum زي المتحف المصري The Coptic Museum المتحف القبتي وعرفنا كمان لما بسأل عن الساعة الوقت بقول إيه بقول What's the time ما الوقت وبنرد لما بنيجي نخبر أو نقول الساعة كان بنقول It's ونقول رقم الساعة ونقول كلمة أقلق لو هي إيه الساعة إيه بالضبط أو تماما طيب كده خلصنا الدرس بتاعنا يريد تكونوا استفدتوا منه لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة سيئو لتر ببعي